خلينا نكمل كلامنا في الرياضة والزمالك النهاردة المباراة المرتقبة الزمالك حيرجع النهاردة للسباء الأفريقي لكن المرة دي مع المدير الفني الجديد فرارة البرتغالي الزمالك عنده نقطتين ولا بديل عن الفوز خلينا نعرف التشكيل المتوقع وإزاي استعد الزمالك مع الأستاذ سعيد علي الناقض الرياضي صباح الخير عليك أهلا وسهلا بيك أهلا بيك أستاذ مانا صباح الخير علي صباح الخير يا أستاذ سعيد أهلا بحضرتك أهلا بيك أستاذ ياسر أي يعني طبعا أول ماتش لفريرة في مواجهة قوية أمام الزمالك أو أمام الوداد ومباراة لا تقبل القسمة على اثنين طبعا اختلفت براية فريرة المرادة عن ولايته الأولى في عام 2015 صحيح نقدر نقول طبعا متغيرات كتير جدا حصلت ما بين الولاية الأولى والولاية الثانية لمستر فريرة فيما يتعلق بمرات النهاردة نقول بشكل واضح جدا أنها لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للزمالك لكنه ما عندهش أي خيار آخر غير الفوز بينما الوداد عنده أكتر من احتمال وأكتر من خيار بالتأكيد وصوله على نقطة وحيدة هنا في القاهرة تعني أن أماله كبيرة جدا في حين أن الزمالك ربما تنعدم فرصه تماما إذا لم يحقق الفوز عشان كده نرده بنقول أنها مباراة مصرية وعنق زجاجة فعليا لنادي الزمالك مع مستر فريرة لكن أعتقد إن شاء الله الأجواء والحالة المعنوية للعيب الزمالك واستعداداتهم ووجود مدير فني جديد طوال الوقت في أي مكان بيطفي معنويات عالية بيحدث روح جديدة ده اللي حصل حاليا في الفترة الحالية وخاصة أن فريرة مرتبط في الزمالك سواء عند اللعبين أو عند جماهير نادي الزمالك بأمور إيجابية كثيرا فنتمنى إن شاء الله أن تكون البداية جيدة ويكون موفق في اختياراته ويحقق الفوز إن شاء الله أستاذني كم أنه يمكن بالحديث عن فريرة أبيو قال أن فريرة أحسن مدرب يعني مسك تدريب الزمالك في خلال العشرين سنة الماضية وإعلاقته مع اللعب علاقة كويسة جدا تعالي حضرتك على كده أنا بصنف فريرة واحد من أهم المحدثين في الكرة المصرية وبشوف أن احنا حرمنا جميعا وليس نادي الزمالك فقط من طفرة وصورة خططية عظيمة جدا لم تكتمل ليه بقول الكلام ده لأن احنا على مدار سنين طويلة أو من 2011 تقريبا إلى أن جاء فريرة نادي الزمالك كنا بنلعب بطريقة لعب سابتة كل الأندية تلعب بنفس الطريقة 4-2-3-1 إلى أن جاء هذا الرجل وأضاف طريقة 4-3-3 لكيروش حاليا بينفذها مع المنتخل المصري مؤخرا فبالتالي فريرة كان أدخل كان سابق بشكل كبير جدا ومتفاق جدا ورغم أنه كان عنده نواقص يعني كان قايمة لعبين هذا الزمالك أقل جودة من اللعبين الحاليين لكنه قدر يعيد الزمالك إلى القمة والمجد وحصلت بطولتي الدوري والكأس مش بس الأرقام والبطولات اللي بتقول ده لا الشكل الخططي كان شكل جديد على كرة مصرية عموما كنت شخصيا كنت متحمس جدا وأتمنى أن ده يستمر لفترة أطول علشان الأندية الأخرى تستفيد من هذه الطفرة ثم تنتقل لباقي الأندية وبالتالي يستفيد بها المنتخب المصري اللي النهاردة جاي نفذها بعد 6 أو 7 سنين مع كارلوس كيرش فبالتأكيد متفق تماما مع أن فريرة واحد من أهم المدربين اللي شهادتها الكرام المصري على مدار تاريخها طيب خلينا بقى نقول أن مباراة النهاردة لا تقبل القسم على 2 بالنسبة للزمالك يعني بيترو أتلاتكو 7 نقاط اللي ده المغربي 6 نقاط والزمالك معا نقطتين لو النهاردة عرفوا يلعبوا ماتش محترم ويجيبوا نتيجة زي مازمة الكوية مستنين فيه 3 نقطة كمان حيتضافوا أعتقد أن بعدها الأمور هتختلف حتى وإن كان طبعا مش هايبقى قدامهم غير أنهم يكسبوا في المباراتين اللي بعدها بس يمكن نقول أن المباراة النهاردة بالمعنويات الجديدة بالطريقة الجديدة بالتاريخ اللي موجود أن احنا يعني الزمالك مخسرش قدام فرق مغربية قبل كده أعتقد أن فيه سياق كده ممكن يقول أن النهاردة اليوم ممكن يمشي كويس يعني ما فيش حاجة من الزمالك وفرق كمان مخسرش قدام يعني مغرب قدام في مصر قبل كده بالتأكيد الزمالك عنده الغلبة والتفاوق دايما على الأنبياء المغربية وحتى قبل انطلاق هذه البطولة كان مشواره مع الوداد كان الزمالك عنده التفاوق أيضا لكن هو الأمر بتحكمه أمور أخرى ليه علاقة بالتاكتك ليه علاقة بالجاهزية ليه علاقة بالدوافع والحوافز ليه علاقة بالاستعداد الزهني والمعنوي والبدني قبل كل شيء بالتالي يمكن نقول ان الزمالك النهاردة ده وفعه وحوافزه أكبر لأنه بيلعب من أجل هدف واحد هو الفوزي يمكن ده بيخلق ضغوط ربما بتزيد الضغوط على لعبة نادي الزمالك وبتخفف الضغط على الخصم اللي عنده فرص أفضل لأنه في كل الأحوال الوداد حتى لما بيخسر لما تبص على الجدول وضعه عنده أكثر أريحية لأنه هيستقبل بيترو أتليتكو على ملعبه في حين الزمالك هيذهب لبيترو أتليتكو في أنجولا فالمبضوع بيبقى أصعب وأعباء أكتر عندنا الزمالك لكن خلينا نقول أن ناخد الموضوع خطوة خطوة انطلاقة النهاردة مهمة أنها تعيد الثقة تزيل الشكوك الحصلة في الفترة الأخيرة أولا في العلاقة ما بين الجمهور واللعبين ثم العلاقة بين اللعبين وأنفسهم والجهازهم الفني فهي بداية لمرحلة جديدة مش بس عشان حسابات مجموعة دوري الأبطال ومين هيصعد ومش مين هيصعد لا علشان إعادة تلتيب البيت الزمالكاوي مرة أخرى من جديد وعودته للمنافسة على بطولة الدوري فأعتقد أن ده هدف واحد واضح جدا عن اللعبين النهاردة الزمالك بيستعيد وبيسترد طرق حامد النهاردة أما يمكن هو ده اللي كنت عايز أسأل حضرتك عليه اللي هو عودة طرق حامد لخط وسط نادي الزمالك هل هيضيف شيء لهذه المباراة أو بالفعل كان الزمالك في حاجة إليه في هذه المباراة خلينا أقول لحضرتك بشكل واضح أن طرق حامد يمثل جزء كبير جدا مش عايز أبالغ لو قلت 50% من قوة نادي الزمالك لأنه بيناسب تاكتك وستايل وطريقة لعب نادي الزمالك لأن نادي الزمالك مش من الأندية اللي بتحبز أو التميل إلى القرى الشاملة أو الاستحواز أو التحكم الكامل في الرتم الزمالك بيعتمد أكتر على المهارات الفردية في التلت الأخير ثم أنه إزاي يدافع بشكل كويس جدا لما بيغيب طرق حامد بيخسر قوة كبيرة جدا في الحالة الدفاعية لأن طرق حامد فعليا خط دفاع متكامل وحده في فرضه وفي شخصه هو خط دفاع كامل رجل المقاتل طول الوقت مش بس جهده البدني والفردي لكن توجيهه وقيادته للمجموعة وزميله حواليه وإزاي يتمركزه طول الوقت في أماكنهم بشكل سليم وإزاي يعودوا للقيام بأدوارهم الدفاعية فهو بالتأكيد قائد مهم جدا الزمالك فقده افتقده بشدة في وقت صعب وفي وقت مصيري وبان أثره بشكل واضح جدا في المبارات اللي غاب عنها الزمالك تعصر وخسر وتعادل فبالتأكيد النهاردة عودة قوية جدا بصرف النظر عن كون طاري حامد جاهز بدنيا ولا لا يعني طاري حامد برضو فيه شكوك حوالين مدى جهزيته يعني لسه رجل مش مكتمل لغاية من فترة طويلة حديث عن إصابة فلسه مش جاهز بدنيا لكن طاري حامد من نوعات اللاعبين اللي انت تقدر تقول مش محتاج وقت عشان يجهز لأن روحه بتعود نقص البدني ممكن فريرة ما ينزلوش في هذه المباراة وهو مش مكتمل مية في المية ممكن بس فريرة وفكم اللي أنا أعرفه تماما أنه يميل إلى البدء بيه النهاردة وشايف أن الخيارات قدامه محدودة يعني ما عندهش بديل تانية كتير فبالتالي هون بنسبة لبيرة نهاردة هيكون فيه نص مرعب طاري حامد ومعه إمام عشور ويصف أبوما قدامه هنرجع نتكلم عن التشكيل المتوقع وحنرجع نتكلم في تفاصيل أكتر لكن خلينا دلوقتي نتوقف مشاهدينا الساعة التسعة صباحا مع عاد موجز الأنباء مع ليندا تفضل يالين شكرا لك ليندا عبداللطيف ومرة أخرى مشاهدين الكرام نواصل هذا اللقاء الرياضي مع الناقد الرياضي سعيد علي أهلا بحضرتك مرة ثانية سعيد وصبع عرقية سعيد لو جينا قلنا بقى أن الزمالك النهاردة قدامه لازم الخيار الوحيد هو الفوز لو عملنا كده حيبقى قدامنا ثلاث سيناريوهات حيستنى أن يحصل تعادل أو خسارة للوداد قدام بيترو أتلتكو حيستنى أن يحصل أو أن سجرادة تكسب أتلتكو فهو ما عندوش حلول كتير غير أنه على الأقل لازم مباراة النهاردة يعديه عشان نقدر نفضل نقول أن إحنا موجودين في المسابقة ودينا فرصة للتأهل صحية يعني لو هنتكلم عن الاحتمالات والمسارات الممكنة في مجموعة الزمالك النهاردة مثلا هنشوف الجولة دي بيترو أتلتكو سبع نقاط بيستقبل على ملعبه وسجرادة وبنسبة كبيرة جدا هيكسب عشر نقاط خلاص بيترو أتلتكو خارج المعادلة صعد بشكل رسمي وما عندوش أي كلام تاني ثم هنتكلم عن الزمالك بعد مجراته النهاردة فوزه لو فاز إن شاء الله يبقى خمس نقاط الوداد ست نقاط الزمالك عنده تحدي صعب جدا لأنه هيخرج لبيترو أتلتكو وبيترو أتلتكو رغم أنه هيبقى صاعد وفق السيناريو ده هيبقى محتاجة على الأقل يعني محتاج الفوز أو نقطة عشان قطر يضمن الصعود في المركز الأول فبالتالي مش هيلعب مباراة سهلة مع الزمالك هيلعب مباراة وهيقاتل فيها فبالتالي تكون مباراة صعبة جدا عليه في حين فرصة الوداد وقتها تكون أسهل لأنه هيستقبل بيترو أتلتكو اللي هو الخصم الأصعب واللي هو المنافس الأهم دلوقتي على الصعود في المغرب في حين هتكون مباراته اللي خارج دياره مع الخصم الأخاف اللي هو سجرادة الزمالك هيقابل الخصم الأخاف في القاهرة هيضمن إن شاء الله تلات نقاط أيضا لكنه التحدي الصعب سيظل يعني بعد الفوز النهاردة سيظل مباراة بيترو أتلتكو مباراة مصيرية لنادي الزمالك لكن خلينا نقول أننا ربما ننتظر هدية يعني بيترو أتلتكو فاز على سجرادة بهدف وحيد فبالتالي ربما يتعصر النهاردة أنا أستبعد أن أتلتكو رغم أنه فرقة جيدة جدا ولعب كرة جميلة أستبعد أنه يعمل نتيجة إيجابية في المغرب مع الوداد أستبعد أن الوداد من الموكي خصوصا أنه متصدر يعني أنه هيروح المغرب هو متصدر بفارق كمان أنه هو هيكون مخلص ماتشاطه بيختتم مشوار البطولة فهيبقى واضح هتبقى واضحة الرؤية بالنسبة له أنه هو خلاص صعب بشكل رسمي فبالتالي هيلعب مباراة تكون أخاف شوية والوداد المغربي مع جمهوره ند قوي جدا وند مع الأندية الأفريقية بالتحديد أو الأندية السمراء مش سهل أنه يفرط في النقاط يعني يمكن أنت كأهلي أو الزمالك أو الشخصية الشمال الأفريقية بتقدر تخلق له صعوبات بتقدر تبقى ند قوي جدا لكن الأندية الأفريقية اللي في الجنوب هو بيقدر تفوق عليها فما العاوة بسهولة فبالتالي شايف أن الزمالك هو مصيره بإيده أنه حقق الفوز النهاردة ويحقق الفوز إن شاء الله أمان بيترو أتليتك ولأن الفواري مش كبيرة في القاهرة رغم تعادله مع بيترو أتليتك وقدم مباراة عظيمة جدا ربما هي الأفضل لكن قلة التركيز وتضيع فرص بشكل مباراة كان له تصريح أن مباراة النهاردة هتعتمد فقط على الأرقام مش هتعتمد على شكل الأداء ولا دلوقتي هنتكلم في تاكتكس ولا هنتكلم في أداء جيد وأداء مبهر وأداء كرة ممتعة لا إحنا النهاردة من الثانين الأول ناخد الثلاثة نقاط وبعدين نتفاهم خليني أقول لنا حضرتك أن دي مدرسة البرتغالية عموما حتى لو ما فيش وقت هم يلعبوا بمبدأ برجماتي واضح جدا من أين أكسب؟ مش مهم الشكل بعمل إزاي كبيرهم في هذا العصر جوزي مورينيو رغم كل أرقام وبطلاته اللحقه عمره مكان ممتع وعمر كرته مكانة مفضلة عند الجمهور لخل شخصيته وانتصاراته وبطلاته وما حققه من أنجازات عظيمة جدا ويا ليه كل البرتغاليين خلفه بيقدموا حاجات مبهرة طوال الوقت زي ما قالوا لس كيروش تماما أو بالزبط ما بيقدمش كورة ممتع لكم في النهاية بيقدم لك نتاج أنت ما كنتش متوقحة بالمرة أن أنت تصل لنهاية أفريقيا وأنت متخب بعيد منذ سنوات طويلة فبالتالي هو التاكتك البرتغالي قايم على شكل المصلحة أنت زي بتخرج بقى الخسار وأكبر المكاسب دون البحث عن المغامرة ومغامرة بيبقوا حارسين جدا جدا ويمكن ده كان حصل في الولاية الأولى مع فريرا هو الرجل كان حارس جدا وكان بيلعب طول وقت بتلات لعبين ارتكاز وبيتدافع بشكل كويس جدا فبالتالي أنا مش منتظر مفاجأة أو مغامرة من فريرا أنا منتظر منه فعليا بيقولون أني هتحدث أنه ده فعلا اللي هيكون موجود وأنه اللي هيستمر لفترة لكن ظروف المباراة بتدفعه لبعض المغامرة ظروف المباراة بتدفعه أنه يعني يعني هاي يلعب بأسلوب ضغط مثلا متقدم جدا لأن أنت مش هتستنى الخصم يطلع لك أنت مطالب أن أنت اللي تروح وتبادل وتنطلق وتبحث عن الانتصار بالشكل الهجومي اللي هو في المبادرة مش أن أنت تستنى الفرصة أو تستنى المساحة أو ترهن على فلسفة الصبر اللي البرتغاليين طوال وقت بيرهنوا عليها أنت بنتنتظر خطأ الخصم لا مش هنتظر النهاردة بشوف الناس زمالك يوهجم بقوة لأن كمان الوداد هو اللي ممكن يلعبك بالمنهج ده أما هو ده اللي عايزة أسأل حضرتك عليه اللي هو الفريق الخصم يعني حضرتك شايف فريق الوداد المغربي إزاي وهو متصدر أعتقد الجال الدوري المغربي وأيضا يعني طبعا موقفه في أفريقيا طبعا موقف متصدر يمكن هو عنده ست نقاط وهو يمكن تاني المجموعة الوداد المغربي هو فريق بداية تقدر تقول شخصية بطل واحد من المرشحين للفوز بدوري أبطال هفريقيا هذه النسخ هو كل النسخ الأخيرة يعني في سنوات الأخيرة هو فريق صاحب شخصية وده أكتر فريق يخليك خايف والآن طول الوقت أنه عنده الشخصية تدخل في التفاصيل الفنية أنت بتشوف أنه قدام فريق عنده تاكتف قوي جدا عنده مدرب واعد عنده مجموعة لعبيين مهرة بشكل كبير جدا لو تكلمت على انقاط القوة الضعف فيه هتشوف أنه فريق قادر يخلق على فرص كتير من أكتر من مصر مش بس من خلال الاختراك ولا من المهارات الفردية لأ عنده ممكن يقدم لك جيم دي فيها كويس جدا وما بيكونش بيهاجم بشكل في مغامرة لكنه قادر يخلق فرصة تهديف مؤكدة من كرة عرضية أو من كرة سابتة بمعنى أنه النهاردة الوداد مش هكون مندفع مش هيسعى أنه هو يبادل الزمالك التحكم أو الحيازة على الكرة لكنه قادر فيه وقت يشكل خطر بكرة عرضية بكرة سابتة اللي احنا لازم نكون حاضرين منها جدا يمكن أنا شوفت في المبراطين الأخيرين للوداد أنه عنده بعض الصغرات الدفاعية عنده قلوب الدفاع فيها مشاكل عنده المساحة مابين خطر وسط وخط الدفاع استقبل منها كل الأهداف يعني حتى هدف الزمالك اللي استقبله استقبله في نفس المساحة دي الهدفين اللي استقبلهم من بيترا أتليتك اللي بيسرح شوية وأنا بيشوفه لعب متواضع يعني أنا ممكن بيشوف اللعب ده من زمان قوي واحد من نقاط الضعف واحد من اللعبين اللي كسبوا الأهلي قبل نهاية نفس البطولة في المغرب بأخطاء أساسية جدا فبالتالي التركيز على أحياء جبران وقلوبين الدفاع والنزمة كيلعب في المساحة دي النهاردة يوسف أوباما وممعشور بالتحديد لهم دور عظيم طيب أنت بتجرينا كده للتشكيل تشكيل متوقع من موجودنا على الناد طيب تشكيل متوقع طبعا محمد أبو جبل وحازمان في الجهة اليمنى وأحمد فتوح في الجهة اليسرى الونش ومحمود علاء والونش في قلب الدفاع ونص الملعب طريق حامد وإمام عشور قدامهم يوسف الأمامة على أطراف أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيرة لكن دي الأسماء الحداشر اللي بنسبة يعني 99% موجودة لكن شكلهم ما بيعمل زي في الملعب يعني شكلهم الاعتيادي طريق حامد وإمام عشور اتنين ارتكاز أو اتنين ديفندرات وقدامهم يوسف أمامة فنركز عشر القصانع العاب ولا فيريرا هيرجع لأسلوبه اللي هو اللي أربعة تلاتة تلاتة فيبقى طريق حامد بس والمثلث مقلوب بقى يبقى طريق حامد هو القاعدة واتنين إمام عشور ويوسف أوباما اللي هو الشكل القديم اللي كان بيلعب به هو في ألفين وخمستاشر وألفين وستاشر فهيتحول الزمانك لأربعة تلاتة تلاتة أنا أعتقد تقديلي أنه مش هيغامل بديد الوقتي ومش هيزود مش هيجرب حاجة جديدة نهاردة نازل ياخد تلات نوعات أنه هو هيلعب بشكل اعتيادي طريق حامد مع إمام عشور في نص الملعب أو اتنين ارتكاز وقدامهم يوسف أوباما إذا تطلبت المباراة أنه هو يكسف أعتقد أنه ممكن يسحب أحد الاثنين الديفندرات ويزود أو يدي مهامل إمام عشور بأنه يتقدم إلى جوار يوسف أوباما ويبقى الشكل أربعة واحد أربعة واحد أو أربعة تلاتة تلاتة طيب إحنا بكرة مباراة للأهلي كمان نقول عنها كده حاجة سريعة بكرة أهلي وسانداونز إيه اللي ممكن يحصل ومع الوضع في الاعتبار أن الأهلي فرصته أفضل بكتير من الزمالك يعني هو عنده فرصة حتى وإن كان بيتعدل في النتيجة مع المريخ لكن هو عنده فرصة في حالة تعصر المريخ أنه يقدر يخسر بسلام مباراة واحد صحيح وحتى في حالة عدم تعصر المريخ يعني حتى لو المريخ النهاردة فاز أو الهلال فاز أي من ينفوذ حانا بتكلم عشان تعادل صحيح صحيح أنا بتكلم مع حضرتك في الأرقام يعني كلامك منطقي جدا وصحيح جدا لكن أنا بقول حتى أي أن كانت نتيجة الهلال والمريخ نادي الأهلي هيستقبل أتنين في ملعبه فبالتالي الموضوع بالنسبة المصطعبة خالص فبالتالي حتى الخسارة من سنداونز النهاردة مش مرهقة ولا أنها هتخلي الأهلي برا الجيم ولا أنها هتضغط الأهلي بشكل جبير لكن فكرة أن النادي الأهلي يخسر ذهاب إياب من فريق واحد صعبة جدا لي صعبة ما فيش فريق بطل بحق النسختين المتتاليين وشخصية النادي الأهلي وزعامته للقارة الأفريقية أنه يتقبل ولا لعبية هتقبله بدا إلى جانب أن بيتسو موسيماني شخصيا شخصيا بيعتبر مبارات سنداونز بالنسبة له هي بطولة في حد ذاتها يعني أنا شفت تركيزه في مبارات سنداونز يقول لا مبالغ فيه يعني خلق حالة من التوتر عنده لأنه بيعتبر سنداونز هي بطولة خاصة بلده مناديه السابق وعارف الحالة الجمهورية اللي حواليها في غنوب أفريقيا فبالتالي هو مركز جدا 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 أنه لا يقصر هذه المباراة بشكل كبير وبيحضر لها بشكل كويس فأنا بشوف أن وضعه زي ما حضرتك أشارت في البداية إلى أن فيه أريحية عند النادي الأهلي ده يخلي النادي الأهلي مش قلقه نوة بيلعب ويقدر يقدم مباراة جيدة ويقدر إن شاء الله يحقق نتيجة جيدة على أقل تأدير أنه ما يخسرش تاني لأن مهم النادي الأهلي أيضا الموضوع مش تأهله بس موضوع أن أنت بتبحث عن صدارة المجموعة لشأن حتى في الأدوار التالية تقابل خصم أقل صحيح البطل ما بيخافش مين خصمه لكن في النهاية لما تسعد في وضع أنت متصدر تلعب مباراة تانية على ملعبك فده بيديك أريحية أكتر وده اللي بيسعى لنادي الأهلي واللي لعبينه ومصرين ومصممين على أنهم يعوضوا الشكل السيء لعبين بكرة موجودين حسين الشحات وحسن فتح نازلين بكرة حمد فتح حمد فتح وحسين الشحات جاهزين تماما للمباراة لكن بقى وجهة النظر الفنية الإصابات ما بقيتش لا مش مصابين وجهة النظر الفنية بقى هيلعب أين طريقة لعبين هيلعب لسه طبعا متحددتش بس بالنسبة لبير حمد فتح يكون مشارك بشكل أساسي في ملكز اللي برما بين الدفاع نعم أي لو بعد الكلام عن الأهل عايزين نتكلم عن المنتخب وإحنا عارفين طبعا أن حلم التأهل للمنديال وأنه هيلعب السنغال مرتين يوم 25 ويوم 29 توقعت حضرتك طبعا مباراة السنغال ومنتخب مصر هي المباراة الأصعب في التصفيات داخل أفريقيا بشكل عام أنت بتكلم عن بطل وصيف بضربات جزاء 120 دقيقة كان فيها كورة قدم يعني فيها ندية كاملة وجبيرة توقع صعب جدا أنت تتوقع لكن إحنا بنقول إن إحنا دوافعنا وحوافزنا كبيرة المرة دي إن إحنا نعود خسرتنا في بطولة أمبان فريقيا وإن شاء الله نكون جاهزين وقادرين على إن إحنا نتجاوز هذه العقبة لإنك بتواجه منتخب كل لعبي ما عندهمش يعني يعني ما بيفكرواش لحظة إنهم يبقوا خارج المنديال اللعبين بلعبوا في أندية بهذه المكانة وهذه القيمة بالتالي حماستهم ورغبتهم أيضا موجودة بشكل قوي فأعتقد إن المباراة الندية موجودة إنها خمسين خمسين نتمنى نشوف بعض التعديلات على شكل المنتخب نشوف بعض العناصر الجديدة اللي بتدخل علشان تطور الشكل اللي نحن فعليا كان عندنا بعض المشاكل في إن احنا مش قادرين نخلق فرص مش قادرين نصل للمرمة فبالتالي إن شاء الله نتمنى نشوف بعض العناصر الجديدة وده اللي بيشتغل عليه جهاز الفرنة دلوقتي واللي بيحضر له النوع من خلال بيرائب أكتر من اللعب جديد فإن شاء الله نشوف يمكن شوفنا في اختيارات كيروش لقيمة اللعبين المحترفين عودة أحمد حسن كوكا ده ربما يكون على حساب محمد شريف وده أول المفاجآت اللي ممكن نشوفها في قيمة منتخب مصر لكن في أسماء تانية أخرى بيتمي متابعتها منها إبراهيم عادي اللعب بيرامدز المتقلق بشكل كبير في الفات الأخير ربما نشوفه في مباراة السنغال فإن شاء الله بإذن الله في النهاية مستر كارلوس كيروش وجهازه يتوصل لأفضل صيغة علشان نقدر نكون في الموجودين في المونديال الحياة نحن بنشكر حضرتك في نهاية هذا اللقاء يعني معلمات عديدة ويمكن متابعين استفادوا كتير من كلام حضرتك أنا بشكرك في نهاية اللقاء الأستاذ سعيد علي الناقض الرياضي شكرا جزيلا لحضرتك وصباح الخير مشاهدينك كرام نروح دلوقتي لفاصل ونرجع نكمل مع حضرتكم في قرات برنامج صباح الخير موسيقى